اكد معالي الشيخ احمد بن محمد اهل خليفة رئيس ديوان الرقبة المالية والادارية اهمية التحول الرقمي والتطور التكنولوجي لكافة القطاعات على مختلف انواعها لمواكبة الدول والاسواق العالمية جاء ذلك خلال افتتاح مؤتمر التحول الرقمي الذي نظمه معهد المحاسبين القانونيين في الهند فرع مملكة البحرين واشار رئيس ديوان الرقبة المالية والادارية الى ان الديوان تبنى العديد من البرامج والخطط التي تضمن التحول الرقمي في معاملاته اضافة الى تهيئة البنية التحتية والقدرات المؤسسية مع تكثيف التدريب للموظفين للسير بالتوازي مع التطور التقني والتكنولوجي الذي تشهده مملكة البحرين على مختلف الصعد والمجالات مضحا بان ذلك ينطبق على قطاع التدقيق والمحاسبة الذي بات يتطور بشكل سريع مع وجود البرامج التكنولوجية الحديثة وتقنيات الذكاء الاصطناعي كما استعرض رئيس ديوان الرقبة المالية والادارية امام المؤتمر اجراءات ديوان الرقبة المالية والادارية بهذا الخصوص ونوعية البرامج والانظمة المستخدمة وسبل الحماية والامان ذات العلاقة مؤكدا ان المملكة تعتبر سباقة بين دول العالم في مجال التحول الرقمي والارتباط بمجتمع المعلومات والاتصالات دوليا وتتميز بقوة الحماية التكنولوجية والامن السبراني ترجمة نانسي قنقر